ذهاب المعارضة باسم مرشح واحد إلى البرلمان لمواجهة سليمان فرنجي فكرة فاشلة وولدت ميتة ولن تؤدي إلى نتيجة بهذه العبارة يقتصر مصدر مطلع على المشاورات والاتصالات الرئاسية للمشهد للأم تي في ويشرح لماذا فأي مرشح سيتحول بهذه الحالة إلى ميشال معوض آخر لأنه سيواجه الثنائي الشعي الذي يدعم فرنجي وبالتالي لا يمكن أن يأتي أي رئيس للجمهورية من دون موافقة الثنائي الشعي عليه أو أحدهما على الأقل يقول المصدر ويتابع من هنا فإن المسألة ليست مسألة النزول إلى البرلمان باسم بل بترشح فرنجي ومجرد بقاء فرنجي في السباق الرئاسي هذا يعني أن الحائط الرئاسي مسدود ويقول المصدر أن فرنجي ليس في وارد الاعتذار حتى الساعة وكذلك الثنائي ليس في وارد التخلي عنه ويكشف المصدر أن الفرنسيين لا يزالون متمسكين بفرنجي وأن كل ما يحكى عن تراجع فرنسا غير صحيح هذا على خط مبادرة المعارضة أما على خط المبادرات الأخرى فتواصلت الام تي في مع نائب رئيس مجلس النواب النائب اليسبو الصعب الموجود خارج البلاد فأكد أن مبادرته مستمرة وهو موجود خارج البلاد لفترة وجيزة لا تتعدى 48 ساعة سيعود بعدها ليستأنف مبادرته باتجاه الأفريقاء وسيلتقي لهذه الغاية رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مرة ثانية وكذلك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أبو صعب سيبدأ مبادرته من حيث يفشل الآخرون فهو لا يدخل بلعبة الأسماء التي لا تؤدي إلى نتيجة كما قال للأم تي في بل من باب العمل على مد الجسور بين الأفريقاء وتقريب وجهات النظر عبر الحوار الذي يفترض أن يؤدي إلى تليين المواقف والتوافق على ألية تؤدي إلى انتخاب رئيس أبو صعب لمس في لقاءاته من رعد إلى جعجع فتاحا باتجاه الحوار وهذا ما سيعمل عليه تحديدا خلال ساعات فيتفق على ألية حوار قد تبدأ على مستوى عادي لتتحول إلى حوار الصف الأول ويحصل الاتفاق